رحمن رحيم رحالة فرنسية سينو تلت بتدائي نستقنف مع صفحة رقم مئة و تلتات عشر في دا الهاتف صندتريز صندتريز و دبيتو لا باج نوزلو نوزلووو قرأ أو تمرون فهذا الفقر إن شاء الله سنرى إذن كما في مثال كلمات عرب إذن عندنا هنا بغ إذن فهذا الفقر سنرى بغ كما في مثال كلمات عرب إذن عندنا بغ أقرأ المقاطع اللفظية طبعاً عندنا مجموعة حروف يعني فيها لا نحس خلال هذا النطق بأن هناك تقسيم مثلاً عندما نقول تنطق دفع واحدة لا نقول برا أ مثلاً إذن هي تنطق دفع واحدة إذن بر مع أ تنطق برا كر مع أي تنطق كري در مع أو تنطق درو تنطق كري كر مع أ تنطق كري كر مع أ تنطق برا كر مع أ تنطق برا كر مع أ تنطق كري 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 وانا اجد وانا اجد نحن نتوم بقية نحن نتوم بقية emitted. une chambre 가운데 بارس دوب요 وأنت المترجم للقناة 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 لدينا كلمة دي سمبر تتدامن أسوط بر وفي الأخير لدينا كلمة دل للمو أمبر comprend aussi لصمبر pour l'instant nous passons au troisième paragraphe جولي للمو qui correspond à l'image جولي للمو qui correspond à l'image أنا أقرأ الكلمة اللي تتوني أسيب السورة ك CN trouيو أنظه للمو كم أنا رمني أجلي كلمة سورا نحن هنا أللالا تت bounty نزالان چوزير parمي ست geilzejير نزالان چوزير парمي ست expertise إذن سنرucharم برين هت تلال Triple سال كي كونبير اللة تي توني أسيب السورة سي نو Прimientos للمو اسك هل روپрезانت عما أو بي أنه أعما أو بي أن فأ إذن هل سورالولة تومتتل إذن هل سورالولة تومتتل إذن هل سورالولة تومتتل نو passons إذن هل سورالولة تومتتل إذن الصورة الثانية تومتتل اللون الرمادي طبعا نتكلم عن اللون كلمة مؤنة إذن سنقول لكن هنا كمال نتكلم عن شيء مذكر أنه رمادي إذن نقول في حالة مؤنة نضيف نقول مثلا البطاقة الرمادي مثلا la troisième image comme nous la voyons représente un nombre سورالتالي تكلمنا تومتتل إذن est-ce qu'elle représente 13 أو bien 3 أو bien 1 trou 13 يعني تلاتة تحر 3 يعني تلاتة 1 trou يعني تقب elle représente 13 bien sûr elle représente 13 تابعن يتومتتل تلاتة تحر et enfin on a la dernière image est-ce qu'elle représente un craب أو bien droit أو bien un cèdre est-ce qu'elle représente un craب أو bien droit أو bien un cèdre un craب كمال رفسورة نتكلم عن سلطاون un craب est-ce qu'elle représente un crabe un crabe يعني سلطاون أو سرطان وبيضغوة كلمة ضغوة ممكن أن تكون صيفة أو نعت وتعني مستقيم نقول عن شيء إن بأنه ضغوة أو ضغوات في المؤنث المقصود أنه مستقيم أو مستقيمة ممكن أننا نجد نفسك الكتابة وتعني إسم إذن نتكلم عن لوضغوة لوضغوة المقصود بالقانون كلمة ضغوة كما نرى ممكن أن نتعني شيئا مستقيم نتكلم عن شيء نصفه بأنه مستقيم وممكن أن كلمة ضغوة تعني القانون نقول مثلا جيلو ضغوة جيلو ضغوة دفع كالكو شوز يعني أنا عندي الحق أو عندي القانون كما نقول لأفعل شيئا لأقوم بشيئ أو أفعل شيئا جيلو ضغوة 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 ثم أبني منها أخرى المقصود هنا دوتر فخاز كما لا نقول ثم أبني منها جمالا أخرى طبعا بقية مختصرة مدم أننا ذكرنا جمالا الجملة السابقة جولي لفخاز إذن كما نرى لفخاز جولي لفخاز أنا أقرأ الجمال ثم ألا أبني منها أخرى أنا أقرأ الجمالان أخرى سورة ونحاف سورة ونحاف سورة ونحاف اسفع لأفعل في العوم لأont يجع ال� sufficient ثم إذن براهيم براهيم Para la seconda phrase براهيم Parla en cedre براهيم Parla en cedre إذا la gothdo Qatrat le mig براهيم Parla en cedre براهيم يتكلم لي Qatrat le mig et pour la deuxième phrase براهيم Parla en cedre براهيم Parla en cedre إذا براهيم يعني شجرة الغرز طبعا الكلمة موذكرة هنا براهيم باغل أو سيدة براهيم يتكلم لشجرة الأرز إذن في اللول براهيم يتكلم لقطرة الماء في الجملة الثانية براهيم يتكلم لشجرة الأرز الفرق بين الجملتين في اللول عدنا أولا براهيم باغل أ براهيم باغل أ الفيعل يحتاج لهذا أ كما عندنا في اللغة العربية نقول براهيم يتكلم لي يتكلم إلى هذا إلى كما نقول أنها هي هدأة هذا ليس دائما جائز نقول مثلا كمان إكس بخيمي مثلا أن سوي في حالة أخرى مثلا أقول مثلا جيكس بخيم أن سوي أنا أعبر عن تمني لكن في اللغة الفرنسية نقول أنا أعبر تمني أنا أعبر تمني جيكس بخيم أن سوي طبعا هذه المقارنة ليست دائما صحيحة أقول مثلا جيكس بخيم أن سوي أنا أعبر عن تمني جيكس بخيم أن سوي هنا كما لو أقول باللغة الفرنسية أنا أعبر تمني إذن هنا إبراهيم باغل أ إذن عدنا هذا أ ثم تأتي بعدها كلمة مؤناتة ألا قوت إذن نحتفظ بنفس المعطا جيكس بخيم أن سوي أنا أتكلم إلى لكن في المذكر يختلف الأمر عندما أقول مثلا كما في الجملة الثانية لا نقول كما في حالة مؤنة كما في حالة مؤنة نقول ألا قوت أله هذه غير موجودة في اللغة الفرنسية إذن نعوذها بهد أو نعوذها بهد أو هد آئي تعوذ أله أله في اللغة الفرنسية تقلب إلى أو كما عندنا هنا آئي أقول مثلا جوري ألي كل إذن كلمة مؤنة أنا أذهب إلى إذن أقول ولكن على أكس كلمة مثلا الملعب إذن سأقول لا أقول بل سأقول نأخذ مثلاً ممكن أننا في حالات نقول لكن هنا نأخذ إذن تطلب مثلاً يطلب من المرأة المقصود يسأل المرأة يطلب من المرأة يطلب من المرأة كنت أرسلت في آخر لقاء المقصود كنت أرسلت طبعاً أدنى لفر برسوى يعني توصل ومنها لأرسل يعني توصل إذن كنت أرسل إذن كنت أرسلت طبعاً نتكلم عن لفر بإنجكت إنجكت يعني أنك تلاقه كنت أرسلت كنت أرسلت دموندي أ زائد كلمة مذكرة إذن دموندي أ ثم له في الظروف الرائنة فيما يخص فيروس كورونا حكومة بريطانيا تطلب سلطات إضافية من البرلمان هي تريد أن تتصرف بحرية حكومة بريطانيا تريد أن تواجهها الوباء الحالي وهو وباء فيروس كورونا وتطلب من البرلمان أن يمنحها سلطات إضافية لتتحرك بحرية Le gouvernement britannique الحكومة البريطانية demande au Parlement عندنا هنا demande au Parlement المقصود هنا demande à la Parlement في الاصل عندنا demande à la Parlement تطلب من البرلمان طبعا كما قلنا بأن أله غير مسموح بها سنقول demande au يعني أن تطلب من demande au Parlement يعني أن تطلب من البرلمان دي بووار يعني سلطات أو كما نقول استثنائية ونختم مع هذه الملاحظة هناك طبعا استثناءات للقاعدة التي نرى الآن مثلا بالنسبة لكلمات المذكرة المبدوعة بإنفويل أو ما يشابهها مثلا كلمة أوم كلمة أوم هي كلمة مذكرة نقول عن أوم كما نلاحظ بأن الكلمة كما لو أنها مبدوعة بإنفويل إذن فد الحالة نقول مثلا إلي صورتي دموندي ألم إذن هو خالجا ليطلب من الرجل طبعا لم نقول هنا إلي صورتي دموندي أو أوم دموندي أو أوم كما نلاحظ بأن ستأتي شيئا ما صعبا إذن فنقول إلي صورتي دموندي ألم رغم أن كلمة أوم مذكرة لكن كما نرى كما لو أنها مبدوعة بإنفويل إذن سنقول إلي صورتي دموندي ألم هو خالجا ليطلب من الرجل دو سيسد وفمي ليتوقف عن التدخين دي كانابي عن تدخين القنب الهندي عن تدخين القنب الهندي إلي صورتي دموندي ألم دو سيسد وفمي دي كانابي هو خالجا ليطلب من الرجل ليتوقف عن تدخين القنب الهندي إذن كما نلاحظ هنا قلنا ألم ولم نقول أو أوم نكتف بالقدر حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر